موسيقى العميد طارق صالح ووزراء الدفاع والصناعة يشاركون افتتاح معرض دبي للطيران اللواء الزبيدي يرأس اجتماعا موسعا للقادة العسكريين والامنين محافظ حضر موت يثمن مساهمة المؤسسة الاقتصادية اليمنية في التدخلات التنموية والاغاثية الوكيل المساعد باضاوي والمدير العام باعكابة يتفقدان سير العمل في ميناء الشحر ويعقدان لقاء بادارتها هيئة الهلال الاحمر الاماراتي تحتفل باليوم العالمي للسكري وتنظم عدد من الفعاليات المتنوعة بالمكلة اينما كنتم مشاهدين الكرام طيب الله وقاتكم والى تفاصيل هذه النشرة الاخبارية من قناة عادة شارك عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح ومعه وزير الدفاع الفريق روك المحسن الداعري وكذا وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول في افتتاح معرض دبي للطيران وطاف العميد طارق صالح ووزيراء الدفاع والصناعة وسفير اليمن في الامارات فهد المنهالي باجنحة المعرض الذي يضم احدث الطائرات المدنية والعسكرية والدرون ومختلف التقنيات القطاع وتأتي الفعالية بمشاركة اكتر من 1400 شركة من 20 دولة توسيع نطاق العلاقات والاستفادة من فرص الاعمال التي يمنحها برنامج المشتري الاستثنائي رأس نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواعي دروس الزبيدي اجتماعا موسعا للقادة العسكريين والامنين الجنوبيين وفي الاجتماع الذي حضره عدد من القيادات العسكرية والامنية واشاد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجهود الكبيرة والتضحيات التي يشترحها من تسبو القوات المسلحة والامن في الدودي عن حيوض الوطن الجنوبي وحفظ أمنه واستقراره مطلعا الحاضرين على آخر التطورات الدائرة في الجانب السياسي والمستجدات المرتبطة بالعملية السياسية كما شدد لواء الزبيدي على أهمية الحفاظ على الجاهزية والإقضة العاليتين ورفع مستوى التنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية في تنفيذ المهام مؤكدا إن عملية التدريب والتأهيل لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية ستستمر بما يضمن بناء مؤسسة عسكرية وأمنية متينة التغى الأستاذ علي الكثيري رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي رئيس مركز البحوت ودعم القرار بالمجلس لطفي شطارة واطلع الكثير من شطارة على سير العمل في المركز وخطط وبرامج والأنشطة المزمع أن ينفذها المركز بالإضافة إلى الرؤى والمقترحات التي يعمل عليها المركز لتعزيز الخطاب السياسي الجنوبي والتطرق اللقاء إلى أليات التنسيق والعمل المشترك بين مركز البحوث ودعم صناعة القرار وكذل جان الجمعية الوطنية لتقديم الدراسات والتقارير التي تصب في معالجة الإشكالات وقضايا المجتمعية وأشهد الكثير بدور مركز البحوث ودعم صناعة القرار في تقديم الدراسات والاستشارات المتصلة بمختلف القضايا والمواكبة لكافة المستجدات والتطورات التقى الأستاذ علي الكثير رئيس الجمعية الوطنية رئيس لجنة الحجد الجماهري بالعاصمة عدن عبد الرحمن حيدر وأعضاء اللجنة العليا ورؤساء لجان بمديرية العاصمة وأشهد الكثير بالجهود الكبيرة لللجنة الحجد الجماهري والأدوار النضالية لأفرادها في الحفاظ على الثوابث الوطنية الجنوبية ومواجهة جميع المؤامرات والدسائس الخبيثة التي تحاق ضد شعب الجنوب وقضيته العادلة لافتا إلى أن أعضاء لجنة الحجد هم خير من يمثل رجال الميادين المغلصين مؤكدا على أهمية العمل على تعزيز الترابط المجتمعي بين أبناء العاصمة عدن والجنوب كما ناقش رئيس الجمعية الوطنية مع رئيسي وعضاء اللجنة جملة القضايا التي تشهدها الساحة الجنوبية مطلعا إياهم على المساعي التي تبدل من قيادة المجلس برئاسة القائد عيدرس الزبيدي لمعالجتها ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك مع سفيرة بريطانيا لدى اليمن عبد شريف تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة وجهود إحلال السلام وأحيال عملية السياسية كما تطرق الجانبان للدعم التنموي المطلوب وبناء القدرات في القطاعات الحيوية لتمكين الحكومة من رفع كفاءة ومستوى الأداء في المرافق والمؤسسات وجدد بن مبارك إذانة اليمن لتمادي قوات الاحتلال الإسرائيلي في سفك دماء الأبرياء واستهداف المستشفيات والمدارس داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف إخلاقي ينسجم مع المبادئ والقيم الإنسانية ومن جانبها أكدت السفيرة البريطانية استمرار بلادها في بدل مساعيها للمساهمة في إحلال السلام في اليمن التقى وزير الشهون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري بمكتبه بالعاصمة عدن السيد بيات رهر المدير القطري الجديد لمنظمة رعاية الأطفال في اليمن وخلال اللقاء نوها الوزير إلى دور المنظمة في تعزيز الشراكة مع الوزارة ودفع ببرامج حماية الأطفال نحو الأفضل ووفق رؤية واستراتيجية واضحة تتسق مع القطة الوطنية لحماية الأطفال داعيا إلى التنسيق مع الوزارة والرجوع إليها قبل اختيار الشركاء المحليين وذلك كونها الجهة المعنية بتنفيذ برامج الحماية والمشرفة على عمل المنظمات والمؤسسات المحلية من جانبه أبدى المسؤول الأممي استعداد المنظمة لتنفيذ برامجها ومشاريعها في مجال حماية الأطفال بالتنسيق مع الوزارة وفقا لاحتياجات المرفوعة من قبلها والتي تضمنتها القطة الوطنية للحماية تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيب حقسام الطوارئ ومركز العزل بمستشفى الصداقة التعليمي العام بعدن يرافق همومات المنظمة الصحة العالمية لدى اليمن الدكتور أرتورو بيسيغي عنا وقدمت مديرة المستشفى الدكتور رجاء مسعد شرحا عن سير العمل في المستشفى والتدابير المتخذة لاحتواء حالات الإسهالات المائية الحادة التي ظهرت بين أوساط المهاجرين الأفارقة والعناية الصحية المقدمة لهم وضمان عدم انتشارها في المجتمع المضيف وأكد وزير الصحة على ضرورة تفعيل عمل فريق الاستجابة والترصد وتعزيز الجوانب الوقائية وحجد الطاقات للقطاعة ذات العلاقة وتوحيد جهدها لإحتمالات طارئة مشددا على ضرورة أن يلعب المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي دور توعية المجتمع من تجنب العدوى ومن جانبه أكد ممثلا منظمة الصحة العالمية وقوف المنظمة ومساندتها لوزارة الصحة اليمنية وتقديم الدعم الفني اللازم لها وتبني برامج تدريبية للكادر الصحي لمواجهة أي طارئ رأس وزير الإعلام يهتقى في السياحة معامل الإريان بالعاصمة عدن اجتماعا لقيادة قطاع السياحة بالوزارة وناقش الاجتماع البدء بتنفيذ خطة النزول والتصنيف السياحي للفنادق بالعاصمة عدن وأكد الإرياني على اهتمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي وآضاء المجلس ودعمهم لإعادة تفعيل قطاع السياحة وبالشكل الذي يضمن تنشيط الحركة السياحية ودخ الاستثمارات في هذا المجال الحيوي مشددا على أهمية الإسراع في المسح بالشكل الذي يليق بمكانة وتاريخ وموقع العاصمة عدن وما يجعلها مهيئة لاستقبال الوفود السياحية وتقديم خدمة فندقية راقية وأقر الاجتماع البدء بخطة النزول والتصنيف السياحي للفنادق في العاصمة عدن والمراقبة والتقييم المستمر للمنشآت الفندقية لضمان الجودة وتقديم الخدمات للنزلاء والسواح القادمين من المحافظات اليمنية ومن خارج اليمن استقبال وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس بديوان عام المحافظة سفير دولة ليبيا لدى اليمن أحمد إدريس أبو بكر سفير دولة ليبيا لدى بلادنا وأشار لملس أن هذه الزيارة تعكس العلاقات المتينة التي تجمع الشعبين الشقيقين في مختلف المراحل مؤكدا حرص الحكومة على تقديم كل ما يلزم لتسهيل عمل السفراء واطلاعهم على تطورات الأوضاع في البلاد من جانبه أشهد السفير الليبي بالحالة الأمنية المستقرة التي تشهدها مدينة عدن مشيرا إلى أن ذلك يعكس الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل السلطة المحلية وكذلك الأجهزة الأمنية حتى الوصول إلى هذا المستوى من الاستقرار الأمني بحث وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس مع رئيس بعتة منظمة أطباء بلا حدود البلجيكية في اليمن أليساندرا جوديس تندريا أليت تنسيق وتنظيم العمل لمنع تفشي مرضى الكوليرا وتطرق اللقاء إلى ضرورة تحسين الخدمات الصحية وتنشيط العمل الميداني وعمل التحاليل اللازمة وتوفير الأدويات والمحاليل الخاصة للمصابين بالإضافة إلى الإجراءات المتاحة للتعامل مع المهاجرين في الداخل ومنها رفع الجهزية في مختلف المنشآت الطبية لمنع تفشي مرضى الإسهال المائي الحادى الكوليرا ناقش محافظ حضر موت مبقود مبارك بن ماضي خلال زيارته للمؤسسة الاقتصادية اليمنية بعدا مع مدير العام المؤسسة العميد سامي السعيدي سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والخدمية لخدمة أبناء محافظة حضر موت واستعرض العميد السعيدي خلال الاجتماع نشاط المؤسسة وقطاعاتها الخدمية والتي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وأشاد محافظ حضر موت بالدور الذي تقوم به المؤسسة الاقتصادية اليمنية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين متنمنا تدخلات المؤسسة إلى جانب السلطة المحلية في تقديم العون للمتضررين من أعصار تيج مؤخرا معربا عن استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة للمؤسسة لتنفيذ مشاريع التنموية والخدمية التي تقدم الوطن والمواطنين وفي سيئون أقرت لجنة المناقصات بوادي والصحراء حضر موت في اجتماعها برئاسة الوكيل عامر العامري إرساء عشرة مشاريع في قطاع الكهرباء بعد تحليلها من قبل اللجنة الفنية وتشمل المشاريع شراء وتوريد قواطع وشحن بطاريات لمحطة بدرة ومحطة الغرف ومحطة المنبعث وشراء وتنفيذ خطوط نقل لتغذية مدينة تريم وشراء وتوريد أسلاكي من تنوعات ضغط عالي ومنخفض بالإضافة إلى شراء وتوريد أعمدة خشبية وشراء وتوريد كذلك مواد شبكة ضغط عالي وشراء وتوريد مواد تركيب محولات توزيع إلى جانب شراء وتوريد مواد شبكة ضغط منخفض وشراء وتوريد مواد شبكة ضغط عالي بشنا وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن الجيلاني بمعية وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع السكان الدكتور سالم الشبحي الدورة التدريبية للجنة ترصد وفيات الأمهات حول أدوات التبليغ والتحرع عن وفيات الأمهات بالمكلة وفي تدشين الدورة نقل وكيل الجيلاني تحيات محافظ حضرموت داعي للمشاركين إلى ضرورة الاستفادة القصوى من مخرجاتها بما يسهم في خدمة المرضى من الأمهات وتقديم لهم الرعاية الصحية ومن جانبه أشار الوكيل الشبحي إلى أهمية الدورة التدريبية في مجال ترصد وفيات الأمهات والمواليدة مشددنا المشاركين على اكتساب الخبرات اللازمة في العمل بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية والعلاجية والارتقاء بها في كافة المجالات الطبية تفقد وكيل حضرموت شؤون الشباب فهمي باضاوي ويرافق المدير العام لمديرية الشحر الأستاذ عادل باعكابة سير العمل بميناء الشحر وأجر الوكيل باضاوي لقاء منفصلا بإدارة الميناء وإدارة الجمارك والجهات المختصة بالميناء للاطلاع عن كتب حول سير العمل بعد التوقف الذي حل بالميناء مؤكدا أن هذا النزول يأتي بتوجهات مباشرة من محافظ حضرموت للاطلاع على سير العمل بعد الجهود التي بدلت في إعادة العمل فيه والحفاظ على نظافة الميناء والعمل بروح الفريق الواحد وفي ذات السياق تفقد الوكيل باضاوي الغطاس البحري بالميناء مؤكدا أن العمل في الغطاس خلال الأيام القادمة لرفع جودة العمل في الميناء لما له من نفع للصالح العام تفقد وكيل حضرموت لشؤون الشباب فهمي باضاوي ويرافقه المهندس صالح العمري مدير عام مكتب الأشغال العامة بساحل حضرموت والمدير العام لمديرية الشحر الأستاذ عادل بعكابة تفقدوا العمل في استكمال رصف شارع مسجد بن عتيك بالشحر بعد توقف العمل فيه لأيام وفي النزول تفقد الوكيل باضاوي والوفد المرافق له الأعمال الاستكمالية في المشروع موجها بسرعة رفع وطيرة العمل والعمل على تحديد أماكن صرف الصحي لتفادي أي أخطاء قد تسبب عرقلة العمل وبدوره عبر المدير العام بعكابة عن السعادة البالغة بتخصيص هذا المشروع التي تأتي تمويله من السلطة المحلية حيث أن المشروع يهدف إلى تصريف المياه الراكدة وإظهار الشوارع بمظهر لائق والشكل الحضاري موضحا أنه سوف يتم استكمال العمل خلال الأيام القادمة مؤكدا على أهمية إعادة تأهيل شوارع المديرية لتلبية التطورات البنية التحتية والعمل على تحسين المنظر الجمالي لمدينة الشهر شهد المدير العام لمديرية الشهر عاد البعكابة لقاء اللجانة المجتمعية لمشروع التدريب المهني ودعم مهارات الأعمال للمرحلة الثانية بتنفيذ من وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر وتعرف المدير العام بعكابة من ضابط المشروع صلاح من يباري شرحا تفصيليا حول طبيعة عمل المشروع وأهدافه المختلفة وضرورة ومشاركة المجتمع المحلي عبر طريق تأسيس اللجانة المجتمعية مؤكدا إن المشروع سوف يستهدف مديرية الشهر في ثلاث مكونات في الطاقة الشمسية والخياطة والحياكة هذا ويشمل المشروع الصناعات الغذائية والنسيج والحياكة والمهارات التقنية وخدمات البيطرة والطاقة الشمسية والصيانة ويسعى في إخراج شباب مؤهلين فنيين وإدارين ولديهم قدرة على إدارة مشاريعهم الخاصة ودعمهم ماليا من خلال شراء الأصول الخاصة بتنفيذ مشاريعهم بحث المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضر موت العميد مطيع المنهاني بالمكلة مع مركز مدنيين في ظل الصراع سبل التعاون لتنفيذ دورة تدريبية لكبار الضباط في كيفية حماية المدنيين أثناء الحملات الأمنية والعسكرية واستمع العميد المنهالي من مدير العلاقات والتنسيق بالمركز اسكندر عبدالله إلى شرح عما تم إنجازه من أعمال تحضيرية لإقامة دورة تدريبية في مجال القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين مشيدا بأنشطة وبرامج المركز التوعوية المختلفة وأبدأ العميد المنهالي استعداده للتعاون مع المركز وتقوية العلاقات الثنائية التعاونية لتنفيذ المزيد من الدورات التدريبية اطلع المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضر موت العميد مطيع سعيد المنهالي الإثنين بالمكلة من مدير أمن مديرية غيل بن يمين الرائد سالم العجيلي على الأوضاع الأمنية في المديرية واستمع العميد المنهالي من الرائد العجيلي إلى أبرز الإنجازات الأمنية وكذلك التحديات التي تواجه الإدارة مشيدا بجهود الأجهزة الأمنية في مكافعة الجريمة وملاحقة مرتكبها وتدعيم الحالة الأمنية المستقرة وحتى العميد المنهالي على أهمية تكاتف العمل بعزيمة دائمة ومعنوية عالية للحفاظ على أرواح ومتالكات المواطن تواصل شرطة السير لليوم الرابع على التوالي خلال الأسبوع الجاري الحملة المرورية لضبط دراجات والمركبات غير المرقمة بمدينة المكلة ونفذت شرطة السير بقيادة مدير الإدارة العقيد معمر المشجري حملة مرورية لضبط المخالفين من أصحاب الدراجات غير المرقمة وغير الملتزمة بالإضاءة الأمامية والخلفية إلى جانب الدراجات التي تصدر عنها أصوات مزعجة مما يسبب قلق للسكينة العامة وأضح العقيد المشجري أن هذه الإجراءات تأتي بعد أن تم إعطاء فترة طويلة ليتاحة المجال بترقيم المركبات والدراجات النارية بشكل طوعي مشيرا إلى أن إدارة المرور ستفرض عقوبات على الدراجات التي يقودها بعض السائقين المتهورين وذلك لتحقيق الانضباط وتعزيز السلامة المرورية ناقش الأستاذ أمين بعباد مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بالساحل حضر موت بمكتبه مع النقيب والضاحب زومح نائب ومدير إدارة مكافعة المخدرات بأمن شرطة ساحل حضر موت الجوانب المشتركة في التوعية والتتقيق بين الجانبين وأشار المدير بعباد في اللقاء إلى أهمية تضافر جهود الجميع من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز التوعية بمخاطر وأضرار هذه الآفة الدقيلة على مجتمعنا والتي تستهدف الشباب بما فيهم الطلاب مرحبا بشراكة الفعالة بين إدارة مكافعة المخدرات في عمل برامج توعوية من قبل أهل الاقتصاص للمدارس وأيضا مع الشعب التعليم العام ودائرة الإعلام التربوي بالمكتب وبدوره أشار النقيب والضاحي لأن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لخطة الإدارة في تعزيز الشراكة مع المكاتب التنفيذية والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ومنها اللجان المجتمعية للتكتيف الجهود مع الإدارة في الحد من الجرائم الخاصة بتعاطي المخدرات بجميع أنواعها اطلع رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمدينة غيل باوزير الشيخ علي باوزير على نشاط إدارة الأشغال العامة والطرق بالمديرية واستمع الشيخ باوزير من مدير الإدارة محمد بافطيم إلى أبرز نشاطات المكتب والقدمات التي يقدمها للمواطنين واستعرض بافطيم أبرز الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير العمل الإدارة شاكرا لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بالمديرية فيما يبدله من متابعة حتيثة في سبيل الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين بوتيرة عالية بشان الوكيل المساعد لمحافظة شبوى سالم النسي البرنامج التدريبي الخاص بكيفية استخدام تقنية الكولور وكلورة المياه ونوه الوكيل النسي بأهمية البرنامج العلمي للتدريب الذي يستفيد منه 65 متدربة من مدريات رضوم وحبان وميفعة والروضة وعتق لافتا بدوره في تعريف المشاركين بالأساليب والمقادير العلمية التي يجب اتباعها عند كولورة المياه لافتا بفعالية المياه في انتشار وانتقال عدوى كثير من الأمراض والأوبئة وبدوره أوضح مدير عنفرع الهيئة العامة لمياه الريف بمحافظة شبوى مروان بيرويس انواع التدخلات التي قام بها لرفع معالجة المياه في المخيمات المخصصة للقادمين بصورة غير شرعية من دول القرن الافريقي للمحافظة منذ تفشي وباء الكولورة فيها قبل حوالي 25 يوم وفي المهرة قام اللواء محسن علي مرصع قائد محور الغيضة قائد لواء الشرطة العسكرية بمحافظة المهرة بتكريم عدد من متاسبي الوحدات العسكرية بالمحور بعد الجهود الكبيرة التي قامت بها الوحدات العسكرية بالمحور وقد أثنى قائد المحور على الجهود الكبيرة التي بدلها الوحدات العسكرية للمحور خلال إعصار تيج التي ضرب محافظة المهراء الشهر الماضي وخلف أضرار في البنية التحتية وخلال الفعالية التكريم طالب اللواء محسن مرصع من منتسبة المحور بدل جهود إضافية للمساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالمحافظة وتقديم المساعدات للمواطنين وإلى الخبر الأخير في هذه النشرة نظم اتلاف الخير للغاثة الإنسانية ورشة افتتاحية لمشروع سبل العيش متعدد السنوات بمحافظة المهراء بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمية وفي افتتاح الورشة كده أمين عامل مجلس المحلي بالمحافظة المهراء الأستاذ سالم نيمر على أهمية المشروع الذي يأتي بعد إعصار تيج الذي ألحق أضرار بالغة في البنية التحتية وشيرا إلى تقديم كافة تسهيلات لإنجاح المشروع من جهته قدم نائب مدير المشروع دكتور أحمد حديجان لمحة تعريفية عن المشروع وأهمية الأصول التي سيتم تأهيلها موضحا أهم النجاحات التي حققها المشروع في مرحلته السابقة وناقشت الورشة خطة تنفيذية للمشروع وأكادت دراسات الفنية وآلية تسهيل المستفيدين إضافة إلى خطة المتابعة وتقييم اللوجستية مجاهدين النشر انتهت فتذكير بأبرز العنوين العميد طارق صالح ووزراء الدفاع والصناعة يشاركون افتتاح معرض دبي للطيران اللواء الزبيدي يرأس اجتماعا موسعا للقادة العسكريين والأمنيين محافظ حضر موت يثمن مساهمة المؤسسة الاقتصادية اليمنية في التدخلات التنموية والإغاثية الوكيل المساعد باضاوي والمدير العام باعكابة يتفقدان سير العمل في ميناء الشحر ويعقدان لقاء بإدارتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تحتفل باليوم العالمي للسكري وتنظم عدد من الفعاليات المتنوعة بالمكلة المشاهدون الكرام في كل مكان من القناة عاد قدمنا لحضراتكم نشر مفصلة لأهم الأنباء طبتم وطابط وقاتكم وإلى اللقاء واركم أطيبة الحاية مني ومن فرق عملية هذه المساعدة اشتركوا في القناة